وفي إصرار على التعنت ورفض المطالبات الدولية أقدمت وزارة الدفاع الإيرانية على تجربة صاروخية جديدة فسرها المراقبون بأنها تجربة تؤكد الإصرار على إرهاب العالم بالصواريخ الإيرانية هذا وكشف وزير الدفاع الإيراني عن جيل جديد لصواريخ إيرانية الصنع وهي عبارة عن صاروخ باليستي قصير المدى وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية ويأتي الاختبار الصاروخي بعد مرور يومين على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية قيام الحرس الثوري الإيراني بتجربة صاروخ متوسط المدى في مناورة له في مضيقه رمز يذكر أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يشكل نقطة خلاف رئيس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل تختلف أوروبا مع طهران بهذا الخصوص أيضا ترجمة نانسي قنقر